بسم الله في سؤال جاء بيقول للأسف اخواننا المصريين بيشتغلوا بعض في الخليج اكتر من شغلهم كل واحد يقول عن تاني ما تفهمش ويتجد الملك بيصفرهم واحد ورد تاني فعشان كده عزين نتكلم عن اصول التعامل مع بعض وزرع المحبة بقلوبهم وينتبر شغلهم مش لضرر بعض وضرر الناس ويخلصوا بعملهم انا مهندس سوري في الخليج والرات ازاج بهم معيني تسعين في المية وعشر في المية كويسين ونسبع الكلام لكن هذا الواقع المرة المصريين والأسف مانسين يعني انا ما حصلش ليه حاجة في الخليج ممكن حصل معي كم مقلب كده في بلدي وهنا اتعملت مع مصريين كتير والحمد لله كلهم موقفوا جنبي من اول يوم يعني من اول يوم رحت الشركة كان محاسب اهاب متولي وبعد كده تعرفت على الخليج كوكم برمج وبعد كده مينا يونان كان معنا في الشركة تعرفت على الناس كتير كويسين مصريين وقفوا جنبي وراحت كأز الشركة وكل الشركة في مصريين والحمد لله كان علاقتنا كويسة ببعض ومن كان فعلا كان في بعض المشاكل مع ناس تانية في اقسام تانية او ونفس الكوسم بس بعيد عني يعني مهما الحمد لله محدش ضرب في زومبا وانا مدربتش زومبا في حد ما فالحمد لله يعني هو الفكرة الواحد بس يهرف ان الشركة دي بيش اخر المطافة يعني انت مهما رحت الشركة كبيرة وبتاعها اهتعترف صاحبك وصاحبك يضرب فيك وبتاعه وفي الاخر لما انت بتتنقل بجي لك فرصة في شركة اكبر لما هو بجي لك فرصة في شركة اكبر ولما تتقابله بتبعهم ادي من بعض عليه يعني الموضوع مش مستهل يعني كده كده ما تعرفش خير فيه مش هتوع تطلح لحياتك في الشركة ديت فخلي الفيزيك رح حلوة خلي فيه معارف حلوة خلي لما هو يروح شركة التانية تصل بك يسلم عنيك دي بالدنيا وكلها بدل ما يفتكرك بالمالة بل انت عملته فيه يلاقي يفتكرك بذكره حلوة بان انت وقفت جنبه يعني لما تبخل عليه بمعلومة هو كده كده يعرفها بسببش انت اللي مخترع المعلومة كده كده واحدة هيقبله هيقله هيقله هيلاها عن نت فلما انت تقولها له ويفتكرك بالخير بدل ما كنت سألها منك ورفضت ضد هالو ويفتكرك بحاجة وحشة ويعني كده كده هتسترقه بعد كده تتقابله في شركة تانية فبغل ما تقابله فيه توطر انت بتقعد في الشغل اكتر ما تقعد في البيت تمام؟ فما باش في مشاكل في البيت ومشاكل في الشغل له بتاعه لا خلي حاجة بسيطة وخلي الموضوع ثلث وموضوع ما كفوش مشاكل هتلاقي الحياة تمشي كويس بإذن الله تمام؟ وشوف اخوانا السودانيين بيتعاملوا مع بعض ازاي يعني اي حاد فيهم بيسافر بلد بتلاقي الناس كلها وفيت معايا وطفار له ساكن وطفار له وكله عايزه وتوصل له رو حد الشغل ولو واحد الشغل في المكان السوداني بتلاقي بيجيب قريبه وكده واكيد في كل جنسية بتلاقي الحلو البحشب السياة الفاكرة هي النسبة النتيجة للثقافة اللي هو تعود عليها ومسلا لا ده انا هشغل في هلاوه وهعمل وعمل 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 ممكن طبعا كتير جدا مصرين كواسيين وكتير من السودانين كواسيين وكتير مصرين كواسيين بس كل واحد هتلاقي بعض الناس بتاع مشاكل وهتلاقي الشخص ده يعني هتحصل له مشاكل بعد كده يعني كان في واحد بيحب يعمل اللي هو ما يسميه زومبا وبيحب يعمل الماليب السيئة ويعمل من شكل مع الناس انا شخصيا اول ما رحت الشركة كان ده مش في قطر قبل مسافر يعني قدمت في شركة ورحت فهو راح على طول اللي معرف ان انا خلاص هاجي مسلا خلال شهر راح داخل المدير وهل لا ما ينفعش عمر رجيب المرتب دوت لا لازم المرتب يكلف اقلال لربعمال جنيه في المرتب يعني كل شهر قبل ما روح وقبل ما سلم عليه وقبل ما شوفه ووعه بقى يتصاد لاخطاء بحيث اي حاجة يروح باخذها ومجهزة عنده بحيث يدخل بس رحت اتشغلته وطناشته وعادت الشغل كويس وعادت اتعلم والحمد لله ربنا قرمني وصلت المكان لمكان افضل واشتغلت الشغل افضل والبحث الحمد لله في حياته بيكبر دماغه وانت شغال بترد ربنا ومتعملش مشاكل مع حد ولو حد اعمل معك مشاكل بتطناش يعني برضه قبل ما سافر كنت شغل في شركة واول من روحت شغل كويس في صاحب الشركة عرفني وبقى بعثمت علي وكان فيه زي مجموعة كده في الشركة بتحاولت له ادراعي للمدير بحيث لازم تزودنا بقول لي مش هنسلم المشروع حاجة كده فأنتيكي معانا وعمر حمد طريق كويس بتعالي الشغل معانا وقتلوا لأ انا باخد مرتب صاحب الشركة وماليش في اللف والدوران ده ده احمل المسؤولون على زيادة وانتزودك وبتاع وقتلوا لأ ما ماليش في القصص ده فبدأوا يعملوا مشاكل معايا وبتاعوا فلا يتباح الجال للبيت وقالوا لاخد الهداية دي فلاشة كان الشراب دول قاعدين بيعملوا عليك خطة وبيشونوا فيك وبشونوا في صاحب الشركة وحاجة كده فقالت له وعملوا بص اللي سلوب ده بش اسلوب ناس كويسة وانت تعملوا ده بش صح ان انت سجلت الناس بدون اذنهم بش صح وانا لا يمكن اسمح حاجة كده ولا يمكن ان انا اخد حاجة اضر بها غير لانا لو خطت دوت وضيته للمدير وهو اما بيشتمون زي ما بتقول ده معانا انهم هيترفضوا فهيبقى في زنبي ان في بيوت اتخاربت حاجة كده لا ان ارفض اسلوب دوت انا بكمل شغلي وما دام في مشاكل اااااا اخلاص انا ان شاء الله دورى على المكان تاني افضل وارุح فيه تمام؟ مكانوا كل شو يعملوا ومشاكل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سبب ان انا عايز يدخل بم في وروفه و مغلوش لازمة وتتنطف علينا و ازاي و بيش ازاي ازاي higher up وителей هنا اتهت traffد ومش ملمش perto بقدي شغلي وبحاول ان انا اطور في الشركة وكان موضوع مرفوض تماما لانهم خايفين ان هم يعني ما يداروش يتجاوبوا مع التغير والحمد لله الحمد لله الواحد عارف اسبيت نفسه في الشركة ديت وفي الشركة اللي بعدية اللي راحة وكده كده يعني سبحان الله يعني ربانا بقى دهلك خير طول ما انت لابتئ صغيرك وصدق ان انت لو اوازيت حد هتتردلك تمام يعني القاعدة لو اوازيت حد ربانا عادل هتتردلك في الدنيا قبل الاخرى فخلينا بك اسمع بعض خلينا ما ما حصل ما تنجرفش يعني في بعض شركات من الاول يوم انت في الانترفيو بيقولك احنا جروب وبنعمل لدونا في بعض ونضم لينا واحنا اقوية وحكا ازاكد فلا ما تنجرفش انت راح تشتغل بتشرح شغل عصابات بتشرح مشاكل خليك في شغلك خليك كواست مع الناس كلها ابعد عن المشاكل دائمي خلينا القدوة وبقول لو قدوة ده في مكان هيعمل ايه هل هيصرف ازاي يعني تفكر كده مثلا قدوة مثلا رسال السلامة او حد من الصحابة او حد من لو في المكان بتاع هيعمل ايه لا اخلاقيا لازم هيعمل كذا كذا خلص ان اخلاقيا هلتزم بالموضوع دوت مش عمل شاكل خلص يالف بين كل ادنا وربنا يساعدنا وربنا يستخدمنا في خدمة البلد والعباد ان شاء الله موسيقى موسيقى